قام مؤخرا أمين الدولة بالصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بزيارة عمل إلى دولة الكويت وقد التقى خلال هذه الزيارة بوزير الصحة الكويت وقد تطرق الجانبان إلى مختلف المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصحية رماج جبريل أنجني والتفاصيل في إطار تعميق الألاقات بين شاد والدول الأربية جاءت هذه الزيارة الرسمية التي قام بها أمين الدولة في الصحة الأمة الدكتور محمد النظيف يوسف إلى دولة الكويت وفي هذه الأسنى التقى أمين الدولة مع نظيره وزير الصحة الكويتي الدكتور الجراح وتباهس معه سبل وتعزيز وتقوية التعاون الصحي بين البلدين كما التقى أيضا الوزير خلال زيارته إلى الكويت بوزير العدل وشؤون البلديات الكويتي كان اللقاء بحضور سفير جاد لدى دولة الكويت علي أحمد أقبش فيهين أنه التقى أيضا أمين الدولة بالطلاب الجاديين الوافدين بدولة الكويت وناقش معهم مختلف القضايا التي تتعلق بدراستهم في دولة الكويت واعدا إياهم بأن الحكومة الجادية ستسعى مع السلطات الأولية في دولة الكويت لفتح فرص للدراسة في التخصصات العلمية لا سيما الصحية والهندسية كما قامع من الدولة بزيارة ودية إلى العمانة العامة للأوقافة وبيت الزكاء الكويتي حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع تلك المؤسسات وفي نفس السياقة قبل زيارته إلى الكويت توقف عمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بالمملكة الأردنية الحاشمية وشارك أمين الدولة في الصحة في أعمال معتمر السياحة الإلاجية بمشاركة 500 مشارك من العديد من دول العالم كما التقى أيضا أقب المؤتمر مع نظيره وزير الصحة الأردني وتحدث معه حول سبل وتعزيز التعاون القائم بين البلدين واختتم زيارته أمين الدولة في العردن بأمسية ثقافية رائعة بمشاركة كبيرة من الفرق الفنية والتراسية